بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد النبي المصر الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور ورحمة دعوية العبادي خلينا نجي على الكتاب بالأمان الذي كان من سيدنا محمد الرحيم والسلام باتجاه الملك الأكيدر العبادي ملك دومة الجندل أو أدوماتو نص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لأنه الأكيدر الترف لأنه أسلم الأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام يعني هذا يبين على أن الأكيدر قد أسلم مع خالد بن الوليد وقابل خالد بن الوليد وقال له يا عمني أنا أسلمت وبدأ أروح معاك لسيدنا محمد وأعلن إسلام قدامه وهكذا كان مع خالد بن الوليد السيف الله في دومة الجندل وأكنافها أن له الضاحية من الضحن يعني هو يعني الاتفاقية أو العهد قسم قسم ما هو موجود من موارد اقتصادية زراعية وغير زراعية كذا ما بين حصة المسلمين وحصة الأكيدر العبادي فقال له أنه يعني له الضاحية من الضحن يعني له كل المناطق اللي فيها ماء قليل ولأنهم استطيعوا لأنهم أهل البلاد استطيعوا أن يستنبطوا ماء ويقدر دبروا حالهم ويعودوا عن قلة المية بمزيد من الحفر هنا هناك ألمان بأنه نعرف أنه إحنا كما كنا في حلقة سابقة أنه الثمود أو استنباط الماء كان موجود عند الأردنيين عبر التاريخ عند أهل الثمود والأردنيين كلهم ثمود طبعا الثمود كلهم أردنيين أيضا والبور أي الأرض البور لأنه يعني حتى هم يكونوا أحرار في زراعتها بما يرونه لأنه مش راح يجي المسلمين من المدينة المنورة ويزرعوا لا يقول لك البور إليك أنت يزرع كما شئت والأرض أيضا أغفال الأرض أي الأرض التي ليس لها مالك وليس فيها زراعة أي أيضا تصبح لأهل دومة الجنة والحلقة والسلاح أي أدوات الحرب وأدوات القتال والحافر الذي هو الخيل والحصن اللي هو حصن حصن الأكيدر نفسه وهذا كله ألمين كله الأكيدر يعني ما نحضر بلشفيك ولا نأخذ حصنك ولا نعمل شيء إطلاقا وكل ما اجتملت عليه القرية من النخيل ونحوه يعني داخل الجدر نسموه إحن الأردنيين الجدر الجدر اللي هي منطقة القرية هذا كله ألمين للملك الأكيدر ولشعبه اللي هو أهل أهل دومة الجندر ولا يحضر عليكم النبات يعني لا يمنعوا من الزراعة لا يمنعوا من استخلاح الأرض لا يمنعوا من استغلال الأرض ولا يأخذ منهم إلا عشر الثبات الثبات تقيمون أه يأخذ عشر عشر بس يأخذ العشار والعشار هذه استخدمت فيما بعد في زمن الفتوحات الإسلامية وكمان ظهرت في كتاب أبو يوسف القاضي لما شرح موضوع العشار من العشار فالعشار هي هذا الأساس في أنه للدولة الإسلامية عشر العشر من هذه المحصولات طبعا واضح من هذا الرسالة كما يقول بعض المؤرخين بأن الأكيدر كان مسلما هو فعلا مسلم لكن بعد وفاة سيد محمد صلى الله عليه وسلم توقف الأكيدر عن دفع الجزة وقاتل وقاتل المسلمين وقاتل عياذ بن غنم وعزم نصارى نصارى عرب يعني فزع نصارى عرب قتال المسلمين فلما علم بقدوم المدد للمسلمين رأى الصلح وقال أنا أعلم الناس بخالد لا أحد أيمن طائرا منه ولا أحد في حرب ولا يرى في وجه خالد ولا يرجى فيها ولا يرى في وجه خالد قوما أبدا قلوا أو كثروا إلا نهزموا عنه فأطيعوني وصالح القوم خالد جاي عليه قال خلص صالح القوم فأبو عليه والتجاه الكيدر نحو العراق فبغل خالد ذلك وأرسل في طلبه وضرب عنقه وضرب القدقه فهذا ما كان أما أخوه الثاني فكما قلنا أنه تزوج أخت أبو سفيان وأنه الذي يعلم لما تم الأسر يعني لما أسره لما تم أسره هو علم الصحابة الكرام القراءة والكتابة وبذلك تكون انتهينا من المواثيق مع الحد الفاصل ما بين الأراضي الأردنية ومنطقة التبوك والتي كانت أيضاً أراضي الأردنية وهكذا يعني أصبحت الجبهة الجنوبية الأردن جبهة محرمة على الرومان تام الموعم البيزنطيين انتهوا وأصبحت مستعدة وقابلة لقبول القوات الإسلامية والفتوحات الإسلامية ولحديث بقيه السلام عليكم الله أكبر اشتركوا في القناة